كاف اللساني عن أعراضهم لازما لأمر جماعتهم ففعل لذلك نرجع من أول الاستغفار والتوبة والإينابة تغفر لك الذنوب التي بينك وبين الله لكن الذنوب التي بينك وبين الناس لا تغفر إلا بالأداء أو الإبراء قال لذلك يا مسكين روح دب إرحالك قبل ما تغادر قبل ما تغادر هذه الدنيا النبي عليه الصلاة والسلام علم بعلم الله له بإعلام الله له متى سيرحل من هذه الدنيا لذلك لما قرب أجله صلوات الله وسلامه عليه مثل هالأيام تمام نحن هلا بدش بالشهر شيء ستة ربيع الأول النبي عليه الصلاة والسلام توفي إمتى 12 ربيع الأول ولد في ربيع الأول وقيل بـ 12 وهاجر إلى المدينة وصلها صبيحة 12 ربيع الأول وتوفى توفي في 12 ربيع الأول قبل ما يتوفاه الله علم أنه سيموت قال يا بلال اجمع لي الناس في المسجد فجمعوا المهاجرين والأنصار كل المسلمين اللي كانوا بالمدينة جمعوهم وصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر شوفوا بأهلاء عم بطبق النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي يقول من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منه اليوم اليوم يروح يطلب منه أن يحل له النبي علم أنه سيغادر فقبل موته بأيام مثل هالأيام تمام صعد المنبر صلوات الله وسلم عليه اسمعوا ما قال قال أيها الناس أنشدكم بالله يعني أستحرفكم بالله وبحقي عليكم أنا نبيكم كنت تسمعوا كلمتي أنشدكم بالله وبحقي عليكم من كانت له مظلمة قبلي فليقم فليقتص مني أي مظلمة ضربته شتمته أخذت ماله يقوم هلأ مشان يأخذ قصاص مني وإذا في له مال لا عطية وإذا في له أي شيء كمان أنا بدي بري حالي لأنه عرفان حالوين بدي يمشي صلى الله عليه وسلم قال فلم يقم الأحد فأعادها صلى الله عليه وسلم أيها الناس أنشدكم الله وبحقي عليكم من كانت عنده مظلمة من كانت له مظلمة قبلي فليقم فليقتص مني جامع تلان كل الصحابة فأعادها أنشدكم بالله وبحقي عليكم من كانت له مظلمة قبلي فليقم فليقتص مني قبل القصاص يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام خايف من القصاص معه هنا رسول الله وسيد الناس وهو اللي بدي يشفى عنا لكنه يخاف أن يأتي أحد يطالبه بشيء يوم القيامة كان أحيانا يرسل الغلام بأمر فيتأخر عليه فالنبي عليه الصلاة والسلام يرفع السواك هيك ويقول والله لو لا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك خايف أنه بكرة يوم القيامة تجي لعندي وتحاسبني أنه النبي ضربني قال فلما أعادها الثالثة قام رجل من بين المسلمين كبير شيخ كبير يقال له عكاشة ولعله الصعاب عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله في ذاك أبي وأمي والله لولا أنك ناشدتنا مرة بعد مرة أنت يا عبد حلفنا ما كنت بالذي يقف هذا الموقف يا رسول الله كنت معك في غزات كذا حددد له المعركة والغزوة فلما نصر الله نبيه ورجعنا إلى المدينة حازت ناقتي ناقتك يا رسول الله فأحببت أن أقبل رجلك حبي تبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام فلما أهويت لأقبيلها ضربتني على بطني ولا أدري يا رسول الله هل تعمدتني بالضرب أم كنت تريد ضرب الناقة فأصبتني فقال عليه الصلاة والسلام أعيذك بجلال الله أن يتعمدك رسول الله بالضرب أنا ما بسويه تعمدك بالضرب ليش أعيذك بجلال الله أن يتعمدك رسول الله بالضرب ثم قال يا بلال اذهب فأيتني بالقضيب الممشوق وده وقت بواحد الميبوت صلى الله عليه وسلم بأيام دفعه إلى عكاشة وكشف عن بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم وقال اضرب يا عكاشة اقتص شوفوا الموقف والصحابي عدين فقال فلما رأى بطنه كأنه القباطي الحرير الأبيض الناعم أو أقراس الخبز البيضاء الناعمة فلما رأى بطنه كأنه قباطي أهوى على بطنه يقبله وهو يبكي مين عكاشة بن محصن ويقول ومن تطيق نفسه يا رسول الله أن يضربك مين تخطر على باله أن يضربك فقال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا عكاشة إما أن تضرب وإما أن تعفو أنا ما حنغر به العواطف يا بتضرب تأخذ بتارك يا أما بتعفو عني قال يا رسول الله عفوت عنك رجاء أن يعفو الله عني يوم القيامة أنا أعافي عنك لكن بدي في لي شرط أن يعفو الله عني يوم القيامة فقال عليه الصلاة والسلام من أحب أن ينظر إلى رفيقي في الجنة فلينظر إلى هذا الشيخ فقال له الأصحاب طوباك طوباك نلت الدرجات العلى ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فيا أخواننا رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه سيغادر هذه الدنيا جماع الناس وقال له يلا يلي في له حق عندي يلا في مال أو في عرض أو بدن تعالوا خذ حقك فأنت أولى وأنت ما بتعرف أين تبدأك تروح لذلك من الآن أن الجمعة الماضية قلت لكم وظيفتكم في هذه الأسبوع أن تروح تبحث من الناس اللي حواليك أصبتهم بمظلمة حاول أن تنهي ما عندك من المظالم حتى تلقى الله إذا لقيته وأنت بريئة بريئة ظهر من دماء المسلمين أو خفيفة الظهر من دماء الناس خميص البطن من أموالهم كافة اللسان عن أعراضهم عندها تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت وأنت في أمان وسلام اجتهدوا يا أخواننا اجتهدوا في تحقيق هذا الأمر هذا والله يا أخواننا من أخطر الأمور التي ستفجأنا يوم القيامة ننتفجأ فيها في مظالم أحيانا في المال أو في العرض يقول لك والله لا يريد إيمال واحد من أرضها لكن إذا شرب الخمر يقول لك والله كبير من الكبائر إذا عقل والدين كبير من الكبائر نعم لا شك كبير من الكبائر لكن إذا كان فيه هناك مظالم بينك وبين الناس حاول أن تحلها قبل لقاء الله سبحانه وتعالى اليوم أيها الأحباء أحدثكم عن باب ثالث من أبواب الفرج والحقيقة هذا وقته وهذا أوانه وهو كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي عليه الصلاة والسلام الحقيقة هو أكثر الناس أو أعظم الناس حقا علينا أعظم الناس حقا على كل مسلم هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني الذي هو سبب إيماننا وسبب نجاتنا في الدنيا وفي الآخرة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أمرنا في آية واحدة فقط في القرآن الكريم أن نصلي ونسلم عليه فقال في سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلوا عليه وسلم وبارك عليه فهذه الآية هي الآية الوحيدة مثل ما قلت لكم أني أمرنا بالصلاة والسلام على رسول الله فيها هذه الآية قال العلماء اجتملت على خبر وأمر الخبر أن الله عز وجل أخبرنا أن الملأة الأعلى كله الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم والأمر هو يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحقيقة صلاة الله والملائكة على رسول الله كافية الله والملائكة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم هذه كافية ليش لك أن نحن أميرنا أن نصلي عليه أميرنا أن نصلي عليه تشريفا لنا حتى نتشرف ونتبرك بالصلاة والسلام عليه كما يفعل الله وملائكته إن الله وملائكته صلوا على النبي لما يصلون يصلون فعل أتى في سياق جملة خبرية أو إسمية قال ليدل على الاستمرارية إن الله وملائكته يصلون ليس صلوا مرة واحدة وعشر أو سنة لا يصلون أي فيه نالك دوام واستمرار الله والملائكة يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم دائما سرمدا عرفت عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بعدين الله والملائكة البلائكة يصلون كل ملك خلقه الله يصلي على رسول الله كل ملك وقد عدد الملائكة يا شباب من يعرف الحشل وحشل حشل مليون مثلا مليونين مليار وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا إِلَّا هُمْ النبي عليه الصلاة والسلام لما عُرِج به إلى السماء صار بآية من سماء إلى أخرى إلى السماء السابعة فلما وصل السماء السابعة وجد فيها بيتاً اسمه البيت المعمور وَهُوَ بَيْتٌ مِثْلُ الْكَعْبَةِ فِي الْأَرْضِ تُقَدِّسُهُ أَهْلُ السماء كما يُقَدِّسُ أَهْلُ الْأَرْضِ الكَعْبَةَ المُشَرَّفَةَ وهو فوق الكعبة يعني بحيث إذا وقع وقع وين على الكعبة المشرفة قال فرأيت البيت المعمور سيدنا إبراهيم مسنداً ظهره إلى البيت المعمور قال وإذا بهذا البيت بيت المعمور يدخله في كل يومين سبعون ألف ملك يصلون فيه سبعين ألف ملاك يصلون في البيت المعمور ثم يخرجون منه ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة ما عدت صحلون دور لا إمتى إلى يوم القيامة فأديش بقى فيه هناك ملائكة في السماء وكذلك ملائكة في الأرض في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تئط الحديث أول إني أرى ما لا ترون وأسمعوا ما لا تسمعون قطة السماء الأطيط هو الصوت للسقف من كثرة الثقل عليه تذكروا بالمساجد القديمة كان هناك السدد خشب فيوقت بصير في عجا عليها مثل الشيخ محدين هلالحالية تلاقي السدد ما بصير فيها ليش لأنها في ثقل شديد عليها فعابي يقول النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماء من كثير ما عليها ثقل طلع على صوت وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته ساجدا لله لذلك كلها الملائكة هدول الله والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم وهذا الأمر فعل أمر صلوا مولا الندب والله أخي يعني إذا صلوا بتاخدوا أجره سواب لا صلوا مثل ما يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم كمان يا أيها الذين آمنوا صلوا فعل أمر يعني أدلش بدأ نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إذا الله يقول واجب عليكم أن تصلوا فرض في أرجح الأقوال طبعا بعض العلماء قالوا نصلي عليه وله في العمر مرة واحدة لكن أنا أتقيل بالعمر مرة واحدة قال إذا صليت في العمر مرة واحدة حققت مراد الله سبحانه وتعالى بعضهم قال لا الإمام الشافعي قال نصلي عليه في كل صلاة في كل صلاة مفروضة في التشهد كل تشهد يعقبه سلام يعني آخر سلام بدأك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فيه وهو ركن من أركان الصلاة تشهد النصفي ما في صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه ما فيه هناك سلام بنهايته كل تشهد آخره سلام وجب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه وإذا ما صليت إذا هلأ مثلا صلاة للمغرب ما صليت على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأخير شو صلاتك؟ باطلة ولكن الراجح من أقوال العلماء أو جمهور العلماء قالوا بأن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مواجبة كل ما ذكر كل ما سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم النبي الرسول محمد عبد الله ورسوله بدأك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا بدأك تحكي اسم النبي عليه الصلاة والسلام لازم تصلي عليه هذا ما عليه العلماء وجمهور العلماء ولهم أدل في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأدب والنساء قال من ذكرت عنده فليصلي عليه فليصلي عليه فعل شو هذا؟ أمر يقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وحديث آخر من ذكرت عنده ولم يصلي عليه فقد أخطأ طريق الجنة طريق الجنة من هنا راح من هنا معناته عندك تنتبه إذا في يوم الأيام سمعته سمعت اسم النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تصلي عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه رؤية في المنام بعد موته ما فعل الله بك يا إمام قال غفر لي ورحمني وزوففت إلى الله كما تزف العروس ونثير على رأسي السكر شلون العروس وفوتوه يكبذ الحشو عليها السكاكر واوا قالوا بما بالفقه الذي تركته القول القديم ولا القول الجديد وبكتب الفقه العظيم التي قال لا وإنما لأني ذكرت في كتاب الرسالة كلما ذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم كنت أكتب وراءه صلى الله عليه وسلم لذلك يا أخوانا لذلك كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تصلي وتسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه وكذلك قال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم طيب الإمام ابن حجر ابن حجر الهيثمي له كتاب اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر ذكر فيه الكبائر والمحرمات فذكر فيه أربعمائة وسبعة وستين كبيره أربعمائة وسبعة وستين كبيره الكبيره رقم ستين الكبيره رقم ستين جعلها كبيرة من الكبائر وهي ترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره اللهم صلي وسلم وبارك عليه إنه تسمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وما تصلي عليه فهذه كبيرة من الكبائر لما ورد من الأحاديث التي تنهى عن ذلك طيب الآن ما جاب موضوع الفرج مع الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام إذن كلكم هلأ الفوائد لحتى تعرفوا ما معنات فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفريج الكروبات ورفع البلاية الله أكبر الله أكبر الله أكبر طيب خلينا بس نعرف معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما منقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون شو يعني يصلون هل هي مثل الصلاة اللي نحن من صليها شو معنات صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه الله كما رواه عنه أبو العالية صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه حفظوها إن الله يصلي على النبي شو يعني صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه الثناء التعظيم التقدير التمجيد التقديس هذه معناها الله يثني على نبيه يذكره بأحسن أنواع المديح رب العزي سبحانه وتعالى كيف لا وهو خير خلقه خير خلقه على الإطلاق من هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بل هو خير الرسل الكرام الرسل اللي هن صفوة الخلق سيدهم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي قال صلاة الله على نبيه لأنه في ناس يقول لك والله هي رحمة أن الله يرحم نبيه الله يغفر لنبيه الله غفر لنبيه ما تقدم من ذبه وما تأخر ورحمة لا مرحمة لأنه هو رحمة العالمين صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة إذن ما المقصود بإن الله وملائكته يصلون يعني يثنون على رسول الله إذن صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وصلاة غير الله على رسول الله طلب الثناء من الله على رسول الله لما نقول نحن اللهم صلي على سيدنا محمد يعني يا رب زد هذا النبي هو أثنى عليه ومجده وعظمه نحن نطلب من الله الزيادة لذلك هذا تشريف لنا وتعظيم لنا حتى نتبرك بهذه الصلاة لذلك قال نحن نطلب من الله أن يزيد هذا النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما وتقديسا طيب إذا حققت أمر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسريما حققت هذه الآية وقلت اللهم صلي على سيدنا محمد ما هي فضائل هذه الصلاة ما الذي تحصده أنت أيها المسلم من هذه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لازم تعرف أنه إذا صليت على رسول الله مرة واحدة يصلي الله عز وجل عليك كم عشر مرات أنت تطلب من الله أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يزيده ثناء وتعظيما والله يصلي عليك عشر مرات ما هي صلاة الله عليك ليخرجك من الظلمات إلى النور مرة واحدة تصلي على رسول الله يصلي الله عز وجل عليك بها عشرا وأيضا ومن يعني الله يصلي عليك أنت أنت الآن اللي عم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الله يصلي عليك يذكرك عشر مرات وين في السماوات هينزكر اسمك أمام الله لأنك صليت على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله عليك عشرا مرات الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت عليه يصلي عليك أيضا يصلي عليك قال من صلى علي بلغتني صلاته يقول نحن وين وين النبي عليه الصلاة والسلام الآن موجود وين في المدينة حي لكن بالمدينة المنورة بيننا وبينه ألف وخمسمائة كيلو متر قال من صلى علي بلغتني صلاته وصليت عليه صلى الله عليه وآله وسلم وكتب له سوى ذلك عشر حسنات وفي مغنم ومربح اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد يقول له يا رب صلي يعني زد هذا النبي تسليما تأسناء وتمجيدا وسلم عليه وبارك يعني زد في هذه الصلاة وهذا التسليم الله يصلي عليك عشرا النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه صلاتك يقول له فلان يا رسول الله فلان بلال صلى عليك فيصلي عليك يعني أنت الآن ذكر اسمك على شفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكتب له سوى ذلك عشر حسنات وفي حديث آخر قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثر علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي ما يعني معروضة يا رسول الله صلى عليك فلان عرض اسمك عنده وهو صلى عليك وسلم عليك هذه أليست فائدة عظيمة وصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك ما معناتها سكينة وطمأنينة وطهارة وزكاة وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم لما بيصلي عليك صلى الله عليه وسلم أنت تسكن روحك بصير معك حالة من الهكة طمأنينة والصفاء والنقاء والسرور هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام عليك وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم وقال في الحديث الآخر ما من أحد يسلم علي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام معناها أنت الآن انتبه في التشهد التحيات لله والتحيات معناها العظمة لله والملك لله الكبرياء لله البقاء لله وليست التحيات بمعنى والله نحن نسلم على الله والتحية من التحية يعني السلام عليكم لا التحيات لله يعني العظمة لله الكبرياء لله البقاء لله والتحيات لله والصلوات والطيبات ما بنا نطول في الشرح بعدين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذا سلام ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام أنت عابد تقوله السلام عليك أيها النبي وهو بلك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعد تفكر أنه أنت بالصلاة عابد تسلم عن النبي عسو السلام أيها قريب جدا منك هذه للمخاطب القريب إذا واحد قعد بآخر الجامعة بتقوله يا أحمد أما إذا كان قدامك بتقوله أيها أيها النبي معناته أنت عابد سلم عليه هو قريب منك قال والفائدة الثالثة هي كفاية الهم ومغفرة الذنب إذا أنا صليت على النبي عليه الصلاة والسلام غير الله يصلي عليه عشرا وغير النبي عليه الصلاة والسلام يصلي عليه ويرد عليه السلام قال عن أبي بن كعب قال أبي بن كعب سمعنين بها الصحابي هذا يعتبر من حفظة القرآن ومن كتاب الوحي وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن الله أمر النبي أن يقرأ عليه القرآن قال كان كان إذا ذهب ثلث الليل صفي ثلثين قام النبي صلى الله عليه وسلم ونادى أيها الناس أذكروا الله أذكروا الله هذا ما يسمونه إيش الآن التذكير يطلع الواحد قبل الفجر يسمعنا التذكير يا عباد الرحمن سمعني ما أتلحأت وكانت أديم هي ذهب الليل وأقبل النهار كان من زمان يطلعوا أن أغذى من هذا الحديث قال كان إذا ذهب ثلث الليل قام صلى الله عليه وسلم وندى أيها الناس أذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة النفختين جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه فقال قلت يا رسول الله أبي قال إني أكثر الصلاة عليك إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي يعني أنا ولما بدعي أجعل في دعائي صلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي أي كم أجعل لك في دعائي صلاة عليك فقال ما شئت النبي عليه الصلاة والسلام عبدالله أد ما بدك صلي عليه قال قلت الربع يا رسول الله قال ذلك خير وإن زدت فهو خير خير لك قلت أجعل لك النصف يعني نص الدعاء صلاة على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد قال ذلك خير وإن زدت فهو خير قال أجعل لك كل صلاة بالنهاية قال له قال أجعل لك كل صلاة عليك قال إذن إذا صار تكفى همك ويغفر ذنبك راح عندك الهم وغفر الله لك الذنب إذن من أعظم أبواب الفرج أن تكثر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكفيك الله الهم والكرم ويغفر لك الذنب يعني سعيدت والله أخوانا في الدنيا والآخرة إذا الله كفاك الهم في الدنيا أنت سعيد في الدنيا وإذا غفر الله لك الذنب يوم القيامة صرت من أهل الجنة هذه من بعض فوائد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصلها العلماء إلى أكثر من أربعين فائدة أكثر من أربعين فائدة لذلك يا أخوانا نحن إن شاء الله تعالى بهذا الشهر المبارك نحاول أن نذكر أنفسنا بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجعلها إن شاء الله سببا في كشف البلاء عن هذا البلاء وهذه الغمة التي نزلت فينا ونزلت بالمسلمين